الفصل الثاني بدأوا بتحريف كثير من كتب بالشكل المذهبي وعقادي خطير طباعة مناهج تعليمية تلحق الأذى بالهوية اليمنية والتعليم الوطني هذا جديد المسلك الانقلابي الميليشاوي لكنه هذه المرة مسنود بتمويل من اليونسف التي دعمت بألف طن من الورق لطباعة منهج أقل ما يمكن وصفه بالكارثي مخاطر تجريف الهوية الوطنية في المناطق الخاذعة لسيطرة الميليشيا وصلت مرحلة الضرب على العظام من خلال استهداف التعليم الحامل الجمعي للهوية الكتب المدرسية حصل فيها نوع من التغيير والتحريف من قبل الجماعة الانقلابية وهذا التغيير بعد دراسة وتشكيل لجنة خاصة سميت لجنة الطوارئ قامت هذه اللجنة بتفحص كل الكتب اللي تنفيها تغيير بعض المصطلحات وعناوين وبعض الإقراءات اللي لها جانب طائفي وثر على طلابنا في المدارس وله توجه مستقبلي خطير الخطر يهدد أجيال المستقبل الذين يتشربون الأفكار السوداء المغروزة في أحشاء المناهج التي من المفترض أن تحوي مضامين للنور لا مضامين تعكس ظلام حقبة الإمامة الأضرار التي ألحقها الانقلاب بحق الناشئين في المجتمع تجاوزت الزج ببعضهم في جبهات القتال إلى تسميم أفكارهم في المدارس وهذا يعني أن الجيل القادم سيدفع ثمن المأساة لسنوات قادمة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس كشف من جهته عن رفض منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تمويل طباعة الكتب المدرسية في عدن والمكلة بينما مولت طباعة ألف طن من الكتب الطائفية في صنعاء اتفاق الحكومة مع اليونسيف نص على طباعة الكتب دون تعديل غير أن الميليشيات قامت بإجراء تعديل على كتب صفوف الثالث والرابع والخامس ونشر مضامين انقسامية طائفية تمس صميم الهوية اليمنية صرفت مبالغ كبيرة على هذه الكتب لم تستعد منها المحافظات ولم تستعد منها من الضمات رحها باء منثورة استدعاء اليونسيف والاحتجاج على تمويلها للأعمال الطائفية تم من قبل الحكومة كما أفادت المصادر الرسمية غير أنه لا إشارة تذكر للإضاحات التي توصلت بها الحكومة من قبل اليونسيف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو أدانت تمويل يونسيف للمتمردين الحوثيين بألف طن من الورق لطباعة مناهج دراسية تحمل توجهات الجماعة الطائفية وتوزيعها في المحافظات التي تسيطر عليها ترجمة نانسي قنقر